بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد حديثنا اليوم عن أفضل النساء وخير النساء سئلت فاطمة رضي الله عنها عن خير النساء فقالت هي التي لا ترى الرجال ولا الرجال يرونها وهذا من منظور الحشمة والقرار وهذا الحديث والرواية مأخوذة ومنتقات ومستفادة من قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن أما مواصفات المرأة الصالحة خير النساء في هذا العصر الذي اشتبكت فيه الشبهات بالشهوات والأفكار الوافدة فإن للمرأة الصالحة بل إن لخير النساء مواصفات من أفضل هذه المواصفات وأولها هي أن تكون محافظة على شرائع الدين وفرائض رب العالمين بالتالي هذه المرأة تؤمن بالله سبحانه وتعالى ولقائه فتعد لهذا اللقاء زاده ومتاعه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى خير النساء اليوم هي المرأة التي يكون لها أثر مكبير في أسرتها في تربية أبنائها في إعداد بناتها على العفة وغض البصر والحياء المرأة أيها الإخوة المرأة أيها الأخوات هي تلك الطاقة التي بإمكانها أن تحيئ وتجير الأسرة ومن حولها من أب وأخ وزوج وابن تجيرهم فيما فيه الخير إنها طاقة دفاقة وقد صدق المتنبي حين قال ولو كل النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرا للهلال نعم إن من النساء من يفخر بها الإنسان ويعلو بها شأنه ويرتفع بها قدره ويشمخ بها رأسه إنها المرأة الصالحة التي تعرف مراد الله منها في واقعها اليوم هي التي لا تنسى أوامر ربها هي التي تحافظ على بناء زوجها وأسرتها نعم إن الزوجة يمكن أن تكون هي المربي للزوج هي الدافع إلى إخلاصه وإيمانه وتقواه هي المذكرة له بتقوى الله عز وجل خير النساء هي التي تذكر زوجها بالله إذا نسي وتعينه إذا غفل كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أراد أحدهم الخروج صباحا إلى الرزق وإلى العمل توقفه زوجته عند باب الدار وتقول له يا عبد الله اتق الله فينا اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع والعطش ولكن لا نصبر على نار جهنم إياك أن تدخل أو تدخل في جوفنا شيئا حراما خير النساء هي التي تكون محور البيت تربية وسلوكا وأخلاقا نعم الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق المرأة طاقة دفاقة تؤثر في من حولها لم يتمكن أعداؤنا من تفتيت هذا الجيل أو الدخول إلى عقول أبنائنا إلا بعد أن نسيت الأم والمرأة واجبها ووظيفتها في الحياة ولله در أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنها هذه المرأة العملاقة في شبابها كانت تعمل لله ولدين الله وفي خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نالت شرفا عظيما فسميت ذات النطاقين سميت بذات النطاقين كانت تشد على وسطها نطاق وتحمل في الآخر متاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاده ثم تزوجت من حواري النبي صلى الله عليه وسلم من الزبير رضي الله عنه ثم أنجبت هذا العملاق ابن الزبير تدخل مكة يوما بعد أن تمكن منه خصومه ومناوئوه فقتلوه وصلبوه وهو معلق على مداخل مكة وعلى أبواب الحرم تدخل وإذا بابنها مصلوبا مرتفعا عنها مات الرجال فتنظر إليه وتقول بعد صلبه بأيام أما آن لهذا الفارس أن يترجل هذا الفارس ابنها أي أم من هذه حينما خرج لمواجهة أعدائه ذكرته بلقاء الله وبالثبات على منهجه ومبدأه فقال يا أم أنا أعلم أني لن أعود ولكني أخشى أنهم إن قتلوني أن يمثلوا بي ما كان جوابها قالت له يا عبد الله لا يضيرنك فإن الشات لا يضيرها سلخ جلدها بعد موتها لن تتألم أقدم على ما ترى من الحق والخير خير النساء في يومنا هذا وفي عصرنا هذا هي المرأة التي ترضع أبناءها حب الله وحب رسوله وتغرس في قلوبهم عقيدة الإيمان بالله والتوكل على الله ومراقبة الله والعمل لشرع الله خير النساء اليوم هي التي تنتج بنات صالحات عفيفات تقيات محتشمات حيات تتمثل يتمثل فيهن قول الله عز وجل على لسان تلك الفتاة الصالحة وجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا هذه الجملة من الآية تحمل الكثير من المعاني فقد فاض حياؤها على مشيها وما أكثر قلة الحياء اليوم في المشي وفي التكسر ثم العبارات الدقيقة المختصرة الهادفة غير الكلام الطويل والمجاملات خير النساء اليوم هي التي تزرع الحياء في بناتها فتنتج نساء صالحات تقيات تبذر فيهن الإيمان وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم خير النساء اليوم هي التي لا يغيب عنها لقاء الله عز وجل فتذكر أبناءها تذكرهم بمصيرهم بمآلهم تذكرهم أن الدنيا معبر إلى الآخرة تذكرهم أن رفعتهم في التزام شريعة الله خير النساء اليوم هي التي تصنع نساء ورجال المستقبل هي التي تزرع في قلوبهم الإيمان والحياء ورقابة الله سبحانه وتعالى فهلموا أيتها الأخوات إلى هذه القدوات التي سطرها لنا القرآن الكريم وسيرة الصحابيات رضي الله تعالى عنهن لتكن من خير النساء فتصنعن خير جيل يحب الله ورسوله ويفخر به البلاد والعباد لإعزاز هذا البلد ورفعة شأنه وفق الله أخواتنا ونساءنا لما فيه صلاح البلاد والعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر